شح في المياه وأزمة حلت على الرافدين وحلول ذكرت لم تتعدى المنصة أسباب مناخية ودولية اجتمعت دون حلول من حكومات مضت جعلت الأزمة تفاقم فلا تزال أنظمة ري قديمة ومستهلكة للمياه وتحتاج إلى تغيير ومشاريع سابقة أكد عليها الوزير بأنها دون جدوى فلماذا وضعت وكم نفق عليها؟ لا بد من لجان تنظر في الموضوع أما دوليا فتركيا لا تزال قاطعة للمياه بينما العراق في أمس الحاجة لزيادة الإطلاقات المائية من قبلها وإيران لا تساهم سوى بـ 12% من الروافد القادمة منها وهو ملف لا بد من وضعه على طاولة وزارة الخارجية لحله وإلا زاد الضرر فما يخرج من خزانات المياه هو أكثر مما يدخل فتضررت زراعة وشحت بعض المدن والمياه الموجودة لا تكفي لخطة زراعية كاملة بل لمليون ونصف دون من فقط أما الإجراءات التي لا بد من اتخاذها هي ترشيد الاستهلاك وإغلاق بحيرات الأسماك غير المرخصة وإزالة التجاوزات من الأنهر فالموسم الحالي بحسب الدراسات المناخية يخلو من أمطار جيدة وهو مؤشر خطير يضاف إلى مجموعة عقبات أبدلة اللون الأزرق إلى رمادي وغيرت منظر الأنهر إلى مستنقعات تشير إلى موسم جفاف لا يعالج إلا بمعالجة ما ذكر وبجدية تامة وتعاون بين الجهات المعنية فالحديث وحده لا يروي بل الأفعال هي سيدة الموقف عمار غسان قناة الرشيد